ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ليلة أمس في عملية جلب أعداد كبيرة من قوة الدركة وأجهزة أمنية أخرى للمنطقة وذكرت الجبهة في البيان أن القوات المغربية شرعت في تجهيز تلك المجموعات بالزي المدني وعلى مرأة ومسمع من مراقب بعتة المينورسو وذلك بهدف الزجبهم في الشريط العازل للهجوم على المدنيين الصحراويين المرابطين منذ أكثر من أسبوعين في إطار احتجاجهم السلمي ضد التغرة غير القانونية بمنطقة القرقارات على حد تعبير البيان البوليساريو قالت أن دخول أي عنصر عسكري أو أمن أو مدني مغربي في ذلك الجزء من المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية بين قوسين الوهمية أو ما يسمى بشريط العازل سيعتبر عدوانا صارخا سيكون على الطرف الصحراوي أن يرد عليه بكل حزم دفاعا عن النفس وعن السيادة الوطنية وهو ما سيعني أيضا نهاية اتفاق وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام اشتغال فتيل حرب جديدة في كامل المنطقة محملة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص مسؤولية ضمان سلامة وأمن المدنيين الصحراويين مصادر إعلامية كانت قد تحدثت عن وصول جنرالات الدرك والجيش المغربيين إلى منطقة القرقارات الحدودية في الصحراء المغربية وذلك في تطور مفاجئ عقب خطاب الملك محمد سادس الذي ألقاه يوم السبت بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعون للمسيرة الخضراء والذي شدد فيه على أن المغرب سيتصدى بقوة وحزم لأي مساس باستقرار أقاليمه الجنوبية وحسب ذات المصادر فإن فيالق تابعة للجيش المغربي قد تلقت أوامر عليا بالتحرك باتجاه معبر القرقارات الحدودية الرابط بين المغرب وموريتانيا وانتظار تلقي الضوء الأخضر من أجل مباشرة العملية العسكرية التي سيكون هدفها الرئيسي إعادة النظام إلى المنطقة بعدما أصبحت تعيش منذ أزيد من أسبوعين على وقع أعمال بلطجة يقوم بها تابعون لجبهة البوليساريو نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية